اول ملاحظة لدينا في قوله تبارك وتعالى اذا الانتباه الى الواوي المدية ما المقصود بهذه الملاحظة اخواني هنا التقى في النطق ووان كما في قوله تبارك وتعالى امنوا انتهت بواو مدية ثم جاء بعدها والذين امنوا والذين كذلك في قوله تبارك وتعالى هادوا انتهت بواو مدية ثم جاء بعدها واو مفتوحة هادوا والنصارى هنا بما ان الحرف الاول يعني الواو الاولى في الحالتين امنوا والذين هادوا والنصارى الشرط هنا ان لا يكون حرف مد وبما انه حرف مد فلا اضغام فلا بد لنا من ان نعطي المد الطبيعي حقه هكذا ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين طبعا والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اذا فلينتبه الى هذه المسألة موسيقى موسيقى